مع تفاقم حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتحذير واشنطن رعاياها في العراق من أخطار محتملة قد تصيبهم جراء هذا الصراع أجلت شركة إكسون موبيل الأمريكية قبل أيام جميع موظفيها الأجانب العاملين في حقل غرب القرن واحد النفطي في محافظة البصرة ليززاد الموقف العراقي ضبابية حول التعامل مع الوضع الجديد فيما أكد خبراء أن هذه التهديدات غير حقيقية وهي مجرد لعبة سياسية خبراء اقتصاديون أكدوا أن إجلاء الموظفين الأمريكيين من الحقل لن يؤثر على ضخ النفط فيما رأى البعض أن هذه القطوة قد تعطي انطباعا للعالم بأن الأمور الأمنية متدهورة في العراق على عكس الواقع تماما ضخ النفط عبر المواني البصرة عن طريق شركة إكسون موبيل مستمر بمعدل 440 ألف برميل يوميا ولم يتأثر لحد الآن يستمر الشد والجذب الأمريكي الإيراني في العراق الذي يجد نفسه ليس مرغما فقط على دخول هذا الصراع بل وربما الوقوف مع طرف دون آخر معادلة صعبة على السياسة العراقية وضعها في الحسبان خاصة وأنها أمام مرحلة صعبة حيث لا يعرف مستقبل هذا الصراع الإقليمي اشتركوا في القناة